ووايد أنا أعتقد أني أنا كنت محظوظة إلى حد كبير في أن أنا كانت عندي خلطة شوي كانت مربكة يوم كالطفلة يعني أنا ما كتفاهمة الخلطة اللي كنت أأتي منها والبديت منها وعقب هالفوضى كلها يمكن شوي شوي استوت نفس الموزايق أو اللعبة الفوزل وشين خلطة وطلعت أنا من أب إماراتي وأم عراقية فهالخلطة كانت شوي مربكة لي كطفلة نشأت في بيت من لهجات مختلفة من ثقافات مختلفة جماعة الوالد والوالد قصة حب وهالشي حلو الله يحبظهم نجدهم تجمل تحييب بودكاست فهالشي كان حلو بس كان مربك إنك تكبر في بيت تسمع أكثر من لهجة ماذا يمكن يكون هذا أبداع لك باب أبداعي؟ بعدين استو أبداع في البداية كانت لخبطة وايدة أول ما دلشي تلمدرسة كانت اللهجة عندي خلطة يعني خلطة من اللهجة العراقية على الإماراتية حتى على الثقافة يعني مع أن الشعب العراقي مقارب للشعب الإماراتي في الكثير من ثقافته لكن المطبخ مختلف وايد شي عادات مختلفة فكانت استوي مواقف طريفة من بينهم واحد يحتاج أن يتعرف ويتعود أشياء المدرسة صديقاتي كانوا من مختلف الجنسيات نحن لدينا هذا الشيء في الإمارات الحمد لله يعني الحمد لله أنك يوم تكبر تتعرض لكثير من الحضارات والثقافات يمكن هذا الشيء ما متوفر وايد في دول ثانية مكثبتين جنسية عندنا؟ ما شاء الله وتتعرف علي ممكنها في كيجيتوم أول ما تشير مدرسة تتعرف على وايدين صديقي ما نبأتيني على أخطة جميلة والدنيا استعرضها في بودكاست اللي هو الكثرة الجنسيات التي عشت معنا هل تبتح بها في الثقافات الأخرى أيضا؟ جداً جداً ما يكون عندك وايد إحساس بالغرابة يعني أنا أول ما بديت أقرأ بديت أقرأ لأدب مترجم اللي هو الأسماء غريبة الأسماء أوروبية أجنبية أسماء المناطق بخبر قصة غريبة أنا أحنا ما كان عندنا مكتبة في البيت مول أبداً وكان بيتنا يعني الحصن الحظ بعيد عن مكتبة الصفة العامة في دبي مسافة شارع مفتاز مقابلاً كمي مستخدم اكتشفت المكتبة عن طريق الصدفة البحثة ملل صيف عمري سبع سنين وين نودي إيمان يلا أحطوها في المكتبة بيئة آمنة أنا ما كنت متمردة شوي على الطفولة أنا قلت أنا مبطفلة معني سبع سنين خي مشغلة شوي وايد ليش حاطيني في قسم الأطفال إيمان شلي بعمرش بروحك يعني وصيري قسم الكبار